دكتور زكار في نهاية القرن الخامس قبل الميلاد أي الحقبة القصيرة التي يمكن تسميتها بالفترة الكلاسيكية المتأخرة تجدد ظهور المرحوتات الجنائزية في أثنا دكتور هاريس وفي الحقيقة نتواجد الآن في قاعة في المتحف الأثري الوطني في أثنا الذي يعج بالعديد من شواهد القبور وأغلبها تتخذ شكل ما أطلق عليه المؤرخون المسلة وهي ألواح منتصبة مزخرفة بمنحوتات بارزة لا تختلف هذه المسلات عما تعرف في العالم الحديث بشواهد القبور هذا صحيح وبشكل مثير للاهتمام اختفى هذا النوع من النصب التذكاري خلال الحقبة الكلاسيكية المتأخرة ثم عاد للظهور إن منحوتات الحقبة الكلاسيكية المتأخرة هي نتاج عمل أعظم النحاتين ضمن برامج المنحوتات الخاص بمعبد البارثينون والمباني الأخرى الموجودة في منطقة الأكروبوليس لكن نلاحظ إعادة ظهور نوع معين من المنحوتات حيث أنه لا يشكل جزءا من برنامج الدولة هذا صحيح فقبل الحقبة الكلاسيكية أي خلال الحقبة القديمة وجدت تماثيل الكور وهي للشابات وتماثيل كوروس للشباب وهي تماثيل لذكور وإناث صنعتها العائلات اليونانية الراقية لشارات القبور لكن خلال فترة سيادة الديمقراطية في أثناء كانت الطبق الحاكمة أولية ولم تتضمن العائلات الثرية ونلاحظ وجود هذا التجدد في المدافن الموجودة خارج بوابات أثناء وقد تم العثور على هذا التمثال في تلك المناطق وسمي بشاهد قبر هي المرأة التي تفتح صندوق مجوهرات أحضرته لها خادمتها وتنظر إلى قلادة لم تعد موجودة لكن تم تصويرها سابقا باستخدام الطلاء هناك تصوير دقيق للمقعد الذي تجلس عليه لا تنسى أن النساء كانت تخشى هذا المكان فلم يكن مسموح لهن بالسكن في أثناء لكن تظهر هجيسو في مكان يبدو كأنه منزل أحدهم حيث توجد أعمدة من الجس على الجانبين وقوسرة في الأعلى تظهر عليها كلمات هي هجيسو ابنة بروكنيس كانت حياة الناس مقيدة جدا يتم تحديدها بواسطة علاقتهن بالرجال أولا الأباء ثم الأزواج لكن أعتقد أن ما أجده رائعا بشكل كبير في المشهد هو الهيبة ويتماشى هذا مع تقليد الحقبة الكلاسيكية التي نراه في تماثيل معبد البارثينون يشبه هذا النمط نوع من المنحوتات التي نراها في إفريز معبد البارثينون حيث يتبع الرداء شكل الجسد ويشكل ثنيات كبيرة والتفاتات تجذب الاهتمام الرداء الذي يجمع بين ذراعي المرأة وحول منطقة البطن الصدر يشكل نمطا جميلا في النحت ترتكز قدمها على مسند القدمين وبالتالي لا يلامس أي جزء منها الأرضية تم تصوير القدمين بطريقة جميلة حيث يظهران بشكل أقصر بما أنها ترتدي الحذاء انظر إلى الغطاء الرقيق الذي ينسدل إلى يمين كتفها أو طريقة انسدال الرداء حول ساقيها على الطرف الآخر من المقعد وينسدل الرداء الذي يحيط بوسطها على الطرف الأقرب من المقعد إذن على الرغم من وجود مساحة مسطحة بعض الشيء إلا أنه يوجد عرض كامل للجسم لذلك يبدو هذا التصوير حيا هذه صورة هادئة مناسبة تماما للجو الشعائري الخاص بشواهد القبور ترجمة نانسي قنقر